والله تعالى يحفظ الحق وأهله فلا يقعون في تنابذ وتنابذ وتناقض وليس فريق من فرق المخالفين لأهل السنة إلا وفيهم تكفير بعضهم لبعض وتبرؤ بعضهم ببعض وأنا أريد من طلاب العلم أن يفتحوا كتاب الفرق بين الفرق ويروا ماذا قال الإمام البغدادي في شرح هذه الفرق وتعدادها ثم كيف تكفر كل فرقة تكفر بعضها بعضها قال البغدادي في الفرق بين الفرق في سبب تسمية أهل السنة والجماعة قال إن أهل السنة يعني هذه من مبادعهم لماذا سموا أهل السنة والجماعة قال لأنهم لا يكفر بعضهم بعضا أهل السنة لا يكفر بعضهم بعض هم أبعد الناس عن التكفير أصعب مسألة في الإسلام هي مسألة التكفير لذلك لا يجوز تكفير المعين تقول من ترك الصلاة فهو كافر من استحلم حرما فهو كافر لكن لا تقول فلان كافر لأنه قد يكون ما هو فاهم الحق وعنده شبهة فلا بد أن تبين له الحق وتزيل عنه الشبهة ولذلك حتى الأئمة لم يكفروا أهل الأهواء وأهل البدع وإنما نهوا عنها وقالوا من فعل كذا فقد ابتدع فقد كفر لكنهم لا يكفرون الأعيان لذلك يقول الحافظ البغدادي في الفرق بين الفرق قال أهل السنة لا يكفر بعضهم بعضا وليس بينهم خلاف يوجب التبرأ والتكفير لأن أهل الفرق إذا اجتمعوا كفر بعضهم بعضا تجد الخوارج يكفر بعضهم بعضا الجهمية يكفر بعضهم بعضا ولذلك يقول أهل السنة لا يكفر بعضهم بعضا وليس بينهم خلاف يوجب التبرأ والتكفير فإنهم إذن أهل الجماعة القائمون بالحق والله تعالى يحفظ الحق وأهله فلا يقعون في تنابذ وتنابذ وتناقض وليس فريق من فرق المخالفين لأهل السنة إلا وفيهم تكفير بعضهم لبعض وتبرأ بعضهم ببعض وأنا أريد من طلاب العلم أن يفتحوا كتاب الفرق بين الفرق ويروا ماذا قال الإمام البغدادي في شرح هذه الفرق وتعدادها ثم كيف تكفر كل فرقة تكفر بعضها بعضها يقول حتى تبرأ بعضهم من بعض كالخوارج والروافض والقدرية حتى مجتمع سبعة أشخاص منهم في مجلس واحد فافترقوا عن تكفير بعضهم لبعض والعياذ بالله لأنهم ليسوا أهل سنة ولأنهم ليسوا أهل علم أهل السنة وأهل العلم هم أبعد الناس عن مسألة التكفير ولذلك سموا أهل السنة والجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة